وعلى صعيد المتصل التقى وزير الكارجية سامح شكري مع الرئيس الكيني وليام تلروتو في العاصمة نيروبي وأكد شكري اهتمام مصر بتعزيز مجالات التعاون مع كينيا والبناء على مخرجات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال وزيادة الاستثمارات المصرية في القطاعات التي تمثل أولوية للجانب الكينية وأهمها مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل والطاقة والري والزراعة والصحة وتصنيع الأدوية واللقاحات كما تناول اللقاء تطورات الأزمة في قطاع غزة ودعم مسارات التحرك لازمة لإنقاذ التهديئة والعمل على الأرض والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فضلا عن التباحث بشأن الأوضاع في السودان والمخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية